حكومة أقليم كردستان ووفقاً لما تعرضت له من قصف لمقرات أمنية أصدرت بياناً ملفتاً للنظر تقول أنه تعرضت لهجمات من جماعات خارجة عن القانون تدعمها الحكومة العراقية ما تعليقكم على هذا البيان؟ طيب الإجابة على سؤال تعليقكم على بيان أقليم كردستان الذي اتهمكم كحكومة أنتم تدعمون من يسمونهم بالخارجين عن القانون ولا تريدون حل هذه المشكلة وبالتالي هم متضررون من هذه القصة ما تعليقك؟ البيان رئيس الوزراء عبر الناطق باسم القادة العام للقوات المسلحة وعبر الناطق باسم الحكومة العراقية منذ عدة أسابيع كان واضح جداً أننا نقف أمام هذه الظاهرة بشدة وقوة لأن كل هذا الاستقرار الذي تحققه وتحقق بثمن عادي جداً دفعه شهداء العراق جرح العراق وكذلك المواطنين العراقيين وكذلك بالمقابل القوة السياسية العراقية التي تعمل خلال المؤسسات الدستورية فبالتالي الحكومة العراقية تقف أمام هذه الظاهرة وتقف أمام هذه القوة الخارجة على القانون وكذلك تقف من يهدد المصلحة الوطنية العراقية ويقف أمام استقرار البلاد ويريد أن ينقل البلاد إلى مرحلة صعبة وقاسية وبالتالي هذا هو موقف الحكومة العراقية واضح جداً أما أنه مسارات أخرى أو كلام آخر هذا يبقى توقع رأي شخصي وليس أنه بالأخير رأي القيادة السياسية في إقليم كردستان رأي القيادة السياسية في إقليم كردستان هناك حوار مفتوح مع سيد رئيس وزراء والحكومة العراقية وكذلك القوة السياسية العراقية وكذلك العمل مع قيادة العمليات المشتركة في إدارة الأمن القومي وفي مواجهة هذه التحديات التي هي تحديات ممتدة لأزمة غزة ولابد أنه أن تنتهي آثار هذه الأزمة على الأراضي العراقية لأنه من غير الممكن أن نضحي بهذا الاستقرار الذي تحققه بعد معاناة من عشرين سنة مضت على العراق